فقرة وإحنا بنتكلم عنها هي لو هتثبت شيء هتثبت أن الإنسان اللي عنده حلم واللي بيحترم مجهوده واللي بيحترم حلمه مش بس يقدر يحقق نجاح في المجال اللي هو بيعمل فيه لكن يقدر يكون أو يكون لنفسه زي ما بنقول كده ونطلق عليه براند أو علامة تجارية زي مين؟ زي الحالة الاستثنائية وفخرنا كلنا اللعب الكبير محمد صلاح كل يوم محمد صلاح بيكتب سطر جديد في حكاية الأسترية مع نادي ليفر بول الإنجليزي حوى مشواره مع كرة القدم من بداية والحقيقة مش بس مع ليفر بول هي أن جامعة هارفرد واحدة من أهم وأعرق الجامعات في العالم بتناقش خلال الفترة اللي جاية دراسة اقتصادية هامة جدا عن عقد محمد صلاح مع نادي ليفر بول القصة أعلنها من أيام رامي عباس وكيل محمد صلاح وقال أن الوثيقة التي قمت بنشرها مع محمد صلاح هي عبارة عن دراسة حالة يقوم بيها بعض الباحثين في جامعة هارفرد للأعمال بخصوص قائد وانتخب مصر الدراسة هيتم اعتمادها للتدريس بشكل رسمي في الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفرد واللي شارك فيه كتابتها الكاتب طاهر المعتز بالله الحاصل على الماجستار بكلية الاقتصاد بجامعة الماجستار في إدارة الأعمال عفوا بكلية الاقتصاد بجامعة هارفرد واللي معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم بسأل خير أحضر يا أستاذ طاهر وأهلا بك معنا في برنامج التساعة ويمكن أعتقد محمد صلاح قدر يثبت أنه هو تجربة استثنائية وتجربة فريدة من نوعها الحقيقي سيد نور شكرا جدا على الاستضافة بالفعل محمد تحول من مجرد لعب كرة قدم ماهر إلى واحد من أكبر وأهم لعبات التجارية في العالم نهاردة محمد صلاح بالأرقام هو الأكثر متابعة من بين كل العرب والأفرقى وليس فقط المصريين وبكل تأكيد هو تجربة تستحق الدراسة طيب أستاذ طاهر يمكن إحنا بنشوف لعبين كتير جدا محترفين في أندية بره ومحققين نجاحات ويمكن ده إحنا مش أول مرة نشوفه للعيبة مصريين احترفوا خارج مصر لكن حالة محمد صلاح مختلفة لو هنتكلم على أقدارة محمد صلاح اقتصاديا دي الحالة دي أو التجربة دي بالنسبة لنا إحنا جديدة قطعا إحنا بنتكلم النهاردة أن إحنا أصبح عندنا نجمة علامية هو تعدى حدود أنه بقى لعب كرة شاطر وطبعا جزء من ده جزء كبير توفيق وكرم ربنا جزء كبير من ده سعي وموهبة واكتهاد بس أيضا جزء كبير من ده حسن إقدارة وده اللي إحنا بنحاول نفهامه أكتر من خلال الدراسة دي أستاذ طاهر أنا سيما حضرتك أيها يعني برضو فيه نقطة مهمة جدا يا فندم وهنا منتكلم على محمد صلاح وإدارة محمد صلاح اقتصاديا وحتى لو بصينا يمكن لعقده مع ليفر بول هنلاقي أنه عقد كمان استثنائي بالنسبة ليفر بول مش منتكلم بس عن قيمة الأجر اللي هي 350 ألف جنيس ترليني مع ليفر بول لكن احنا متكلم حتى يمكن على البنود اللي جوه العقد طبعا أنا عايز أقول أحرك أن فيه ثلاث أسباب رئيسية خلت الجامعة وأستاذة أنيتا البيرسي تهتم بشكل كبير في دراسة هذه الحالة السبب الأول أن محمد هو مصري أفريقي شرق أوساطي شخص لا يمثل أبطال القصص أو أبطال دراسات الحالة المعتدين بل على العكس هو جاي من منطقة أغلب الناس في الغرب بيسمع عنها مشاكل في الأعلان فأنه يصل إلى هذه الدرجة ده بيخليها يعني أصعب وتستعقل إشادة أكتر من غيره من يمكن اللي جم من أماكن مختلفة أميزات أجر النقطة الثانية هي من في عشرين وعشرين في شهر يونيون محمد صلاح وهو لعب قرد قدم لو نظرنا إليك مجرد لعب قرد قدم لعب عنده تلاتين سنة في نادي معروف عنه أنه منضبط جدا في الأجور في مدينة يعني تعشق هذا النادي وتعشق هذا الفريق أنه يقدر مش بس أنه يجدد عقده أنه يجدده ويحسن شروطه ويصبح من أكثر العبيد دخلا في العالم دي كان بالنسبة لي عبقرية في التفاوض طبعا يشكر عليها وكيله ومحاميه وشريكه وصديقه رامي عباس هذه النقطة الثانية أنه نحن نشوف شخص في مرحلة الآخرين بيبدأوا بقى يبلاتو ويستوم يثبت وينزل كمان نحن نشوف شخص بيأعلى واستمر في الصعود فكنا مهتمين نعرف ده حصل إزاي أن النهاردة يبقى عندنا لاعب بيلعب في السن ده وأصبح ليس مجرد لاعب جيد هو أصبح اللعب الأهم في التشكيلة يعني لحرك رجعنا لورا خمس سنين الأول موسم من صلاح مع ليفر بول كان صلاح واحد من ثلاثة كان في صلاح كان في ساديو ماني كان في فرمينيو كان في سلاسي وثلث رعب في الأمام صحيح نهاردة كل دول ماشيوا صلاح حول وحيد الباقي وشوفنا تمسك كمان ليفر بول يعني شوفنا تمسك ليفر بول الكبير جدا بيت بالضبط بالضبط فهم بالنسبة هم هم عارفين أن قيمته أكبر بكتير ومجرد اللعب هذا اللعب لأه قيمة قصدية عمضة الراجل ده القيمة التسويقية لمحمد صلاح بايت كامي أستاذ طارق معلش أنا آسف ممكن حركة عيدة تانية أفندم معلش أنا اسمك حركة عيدة سؤال تاني القيمة التسويقية لمحمد صلاح أنا ما عندناش رقم نقدر ما أحطه بس فيه مؤشرات مؤشر الأول هو الأكثر متابعة ما بين كل اللعبين للأفارقة والعرب مش بس اللعبين كل الأفارقة والعرب بشكل مجمل يعني اثنين محمد صلاح نتكلم في النادي أو على مستوى العوائد اللي راجع للنادي فالنادي مش بس بستفيد بي كأهداف وتمرير حسيمة نادي بستفيد بي من مبيعات المستلزمات الرياضية ما مثلا الشلطات اللي عليها رقمه كان سؤالي لحضرتك يا أستاذ طهر يعني زي ما حضرتك قلت كان فيه فرماني وكان فيه ساديو ماني ودول كلهم لعبين لا بيقدروا على فكرة يحققوا شغل كبير جدا في الملعب وبيقدروا ان هما يحققوا انتصارات للليفر بول بس تتمسك ليفر بول بمحمد صلاح مختلف صحيح هما شايفين لعب منضبط جدا شايفين لعب طموح جدا لعب حاطة هدف دماغه وهو قال كده بشكل مباشر جدا أنا بالنسبة لي لاعتزال مش في الخطة خالص أنا ان شاء الله غالعب لمدة 8-10 سنين قدام هما شايفين لعب يعتمد عليه لعب يعتبر الرئيطة حرفة وظيفة يحترم أكل عيشه مش بيعتمد على الموهبة وعلى طبع عايز يبحث على طول بيزود الجراعات التدريبية على طول بيظهر على ناص الى جانب ان هما شايفين لعب محبوب وليس فقط مشهور وده فرق مهم جدا طبعا هو بيحظى بشعبية داخل المدينة ليفر بول الإنجليزية بشكل يعني ممكن يفوق اللي هو بيحظى بها في القهر بالدرجة حق يعني الإشهادة والإنبهار لان هو أولا جميل بشوش طريقة لعب ومبيعونش فعلاك كتير بالنسبة الرامي عباس هو دايما بيعمل جاهدا ان اسم صلاح أو صورة صلاح تبقى دم كل شيء جاي ورتبطة بكل شيء إيجابي ولذلك هو حسن إدارة وطبعا إنسان يستهل ويستحقه لخير يعني وربنا عمي ومنتزم ومنضبط يعني بالنسبة لنا ومحمد صلاح من أفضل الأمثلة أو النماذج اللي ممكن تمثل مصر الحياة في الخارج وبالفعل قدر يؤثر على ناس كتير جدا ونسا كتير جدا يمكن كان عندها فكرة مغلوطة تماما عن مصر وعن الإسلام بالنسبة لمحمد صلاح قدر أنه وإحنا بنتكلم بيعني هذه القوة النعمة قدر بمنطقة البساطة أنه يقدر يؤثر في هذا الإطار تحديدا طبعا أنا أستاذ طارين شايفة وراء حضرتك كتاب محمد صلاح أحييي احكييي منك عن الكتاب هذا الكتاب صدر أعتقد سنة 2018 في عز مجد محمد صلاح بعد الوصول لنهاية دور الأبطال لأول مرة بعد الموسم الاستثنائي اللي عملوا مع له ولكن لما قريته أحبطت جداً الكتاب كان الأعلى مبيعاً يعني في مستوى على مستوى العالم ولكنه لم يحمل أي معلومة جديدة باستثناء ما تم الإدلاق به في المقالات واللقاءات التلفزيونية وكان من الأعلى مبيعاً ده كتاب فرانك وورل صلاح كينج أوف دا كوب أو ملك ملك الكوب اللي هو ستاد ليبر بول وده بالنسبة لي كان عندما تسفام كبيرة إحنا إزاي صلاح اللي كل الناس عارفاه ونظن إن إحنا نعرف عنه كل حاجة في الحقيقة إحنا ما نعرفش عنه أكتر ما نعرف يعني ما تصفحت الكتاب هو ما عملش مقابلات مع صلاح ما عملش مقابلات مع رامي ما عملش مقابلات مع ناس كتير فده اللي لفت انتباهي إن إحنا بحاجة لتوثيق الدراسات والنماذج لنجحة التجارب الأوجودة حوالي مصر فيها يعني ألف وألف محمد صلاح ولكن كتير ما نعرفهمش وإلي نعرفهم ما بنكتبش عنه وما بتذكرهمش يعني دائما بنتوقف عند بقى حب الشخصة بحب الشخصة بس وراء الشعور ده فيه مساحة بيرة جدا للتعلم من الشخصيات العامة الكتاب ده أنا عايز أشكر الرجل اللي كتبه إنه عرفني إن لا إحنا محتاجين الحقيقة نبذل جودة أكبر ما يحاول نسع أكتر وراء المعلومة وده كان جزء من البيتش أو عرض اقتراح الدراسة على رامي وصلاح إن يا جماعة نعم الناس كلها عارفاكم بس محدش عارف سر الخلطة بقى يعني محدش عارف المطبخ ماشي إزاي قرارات الصعبة اللي مريتهم بيها وده الحقيقة كان أحد الأسباب اللي خلقته بيها يعني دايما الناس بيبقى مهتمة بالقصة والتفاصيل اللي جوه القصة أستاذ ظاهر وحن نتكلم عن محمد صلاح وحضرين بتقولن فيه دراسة يعني فيه جماعة هارفرد بس كل العوامل دي لأي مدى تفيد محمد صلاح وقيمة محمد صلاح التسويقية أنا أعتقد إن محمد يعني ما شاء الله في مكانه هو مش 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 هتأثر بشكل كبير هو الاستفادة الحقيقية تخص هدفه القسمة يعني هو إحنا سألنا في المقابلة لعب وروحنا قبلنا صلاح بعد أحد المبارات في ليفر بول وسألناها يعني حبينا ننهي بين يعني يا محمد إن شاء الله ربنا أقدرك وتلعب عشر سنين وقت تركب إلا إن مرحلة خطرة القدم هي مرحلة طالت قسرة مرحلة فمحمد نفسك تعمل ليه في حقيقتك تموما كان رد وتلقائي جدا أنا نفسي الناس تصدق ونفسي الناس تبص القصتي ويعرفوا إن زي ما حد جاء من مكان بسيط إمكانيات بسيطة وقدر يعمل حاجة هيلة هم كمان يقدروا يعملوا كده أعتقد إن استفادته المعنوية أكبر من استفادته قيمته التصويقية هو استفادته إنه وثق القصة وضاماً إن القصة دي أتدرس لأجيال والأجيال قدام وأنا عايز ألف تنتباه عليك لما حاجة بسيطة وهي إن جمعت هارفرد كلية إدارة الأعمال لديها عشرين مركز بحثي حول العالم ده بيخليها الأكفر إنتاجاً لدراسات الحالات أو الكيس ستاديز بشكل سنوي ولذلك كليات كتيرة جداً بتدرس إدارة أعمال بتعتمد على دراسات دي وبتخدها بفه يبدو أن احنا فقدنا الاتصال بالأستاذ طاهر المعتز بالله بشكرك جزيل الشكر الكاتب طاهر المعتز بالله الحاصل على المجستير في إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة هارفرد